أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من آخر طبع والتي نصدفها هنا في الستيديو النائب في البرلمان السوري أحمد مرع بداية أهلا بك دكتور أحمد أهلا وسهلا بكم شكرا دكتور أحمد أبدأ معك من إدلب اليوم على أنظر تتجه إليها الرئيس التركي رجب طيب أدغان أعلن عن عملية عسكرية ستنطلق تحت عنوان عودة النازحين السوريين فعليا هل بدأت ترجمة مقررات السنة الاجتماع السادس وهل اتخذ القرار بتصفية جبهة النصرة صحيح لحاصل رانهوي بأن ما يحدث في إدلب منذ البارحة هو إذا بدك ترجم الفعلي لمقررات السنة لأن الدولة السورية كانت تصر بأن الدول التي ساهمت وتحديدا تركيا في الحرب على السورية يجب أن تكون هي ضامن لكبح جماع هذه الجماعات الإرهابية المسلحة لأنها هي التي مولت وسهلت ودعمت وكل هذه الأمر وبالتالي هي التي تمون إذا صح التعبير بالعامية على هذه الجماعات المسلحة اليوم دخلت تركيا في معركة ضد النصرة وضد داعش وهو تنفيذ تقريبا الحرفي لمقررات الاستانة بما يتناسب مع مهام الدول الضامنة لهذا الأمر الرئيس أردوغان قال بأن هذه العملية سوف تكون بتغطية جوية من روسيا تركيا سوف تكون خلف الحدود ولكن سوف تكون مساندة أيضا ولكن من هم على الأرض هم الجيش السوري الحر رغم نفي بعض القيادات في هذا الجيش السوري الحر للمساندة الروسية اليوم هل يمكن القول بأن روسيا وتركيا والجيش الحر في خندق واحد؟ تركيا لم يختلف موقعها هذا صح التعبير منذ سبع سنوات تركيا كانت تدعم هذا الجيش بين مزدوجين الجيش الحر للهجوم على الدولة السورية اليوم هي في ذات الموقع ولكن للهجوم على الأطراف التي التي هي بالأساس نمتها ومولتها ودعمتها وهي ساهمت في إنشائها أصلا يعني جبهة النصر التي معروف جميعا بأن جبهة النصر ترتبط الاستخبارات التركية حقيقة هناك مستجدات كبيرة دفعت بالموقف التركي لا يتخذ هذا المجال اليوم التركي والسعودي وكل الدول التي هي ساهمت في الحرب على السورية تقترب من الرؤية الروسية السورية تقترب من الموقف الروسي وتقترب من القراءة والمقاربة الروسية لما يجري في المنطقة لذلك هناك مستجدات كبيرة تسهم في إنشاء فضاء جيو بوليتيكي جديد جزء منه التركية وجزء منه السعودية وإذا بدك منتطرق لهذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل ولكن أنا أستطيع أن أقول بأنه نعم هذه اليوم نستطيع أن نقول أن تركيا هي تسهم اليوم في القضاء على داعش والنصر باعتقادي لتتفرغ أكثر للملف الكردي الذي بات يقلقها كثيرا خاصة بعد الاستفداء الذي حصل في كردستان وبطبيعة الحال سوف نتوقف عند المسألة الكردية بالتفصيل لدكتور أحمد ولكن أين قطر من كل هذه التطورات أينما تذهب تركيا تذهب معها قطر وبالتالي هناك تنسيق ضمن ما بين هتين الدولتين يعني إن كان على المستوى الايديولوجي قطر تتبنى ذات العقيدة التي تبناها تركيا وإن كان على المستوى السياسي والعسكري والاستخباراتي أنا باعتقادي بأن قطر نتيجة ما تعانيه من حصار فرضته بعض الدول الخليجية أو باقي الدول الخليجية على هذه تريد أن تنزع باتجاه إيجاد مخرج لها هذا المخرج يثب باتجاه أن يكون ضمن النطاق الجغرافي أو النطاق الجيو بوليتيكي الجديد الذي نرى إرهاصات إنشائه أو بروزه في هذه الفترة أنا أعتقادي رانا بأن المنطقة كلها تشهد ولادة مشهد جديد أو ولادة مرحلة جديدة مرحلة سياسية جديدة هذه المرحلة السياسية قائمة على أساس التفاهمات الإقليمية وليست على أساس المحاور التقليدية التي كنا نراها هذه التفاهمات الإقليمية وجدت نتيجة المستجدات التي قلنا عنها بأن هناك الملف الكردي هناك تنامي الإرهاب هناك الخطر بات يهدد الداخل التركي بات يهدد دول الجوار السوري لذلك لا بد من أن نذهب باتجاه أو نرى مشاهد جديدة من المواقف التي وصفتها حضرتك أنها ربما تكون صادمة هل نرى روسيا وتركيا في ذات الموقف وجيش الحر لحارب الإرهاب نعم اليوم الإرهاب يهدد جميع الدول اليوم حدث هناك مفاوضات أو مباحثات في إستانة 6 هذه إستانة 6 نتج عنها مقرارات اليوم نشهد تنفيذ هذه المقرارات تتحدث عن مشهد جديد وعن تفاهمات ربما أفضت إلى ما نراها اليوم ولكن هناك أيضا أثمان وحصص للدول ما الثمن الذي تريده تركيا من خلال الدخول في هذه التفاهمات شوفي أنا يعني بقدر أقول بأن تركيا اليوم تريد حتى سلتها بدون عنب يعني نتيجة ما حصل على حدودها وتهديد للأمن القومي التركي بصراحة الذي جرى في كردستان في إقلين كردستان يعني ضرب كل التوقعات التركية يعني الأتراك لم يكن يتوقع خاصة أن أردوغان لديه علاقات جيدة مع البرازين لم يكن يتوقع بأن تذهب إقلين كردستان باتجاه الاستفتاء ولكن ذهب باتجاه الاستفتاء وبات يقلق هذا الأمر الداخل التركي ويهدد المجتمع التركي ويهدد الحدود التركية والجغرافيا والسياسة وكل هذا الأمر أنا باعتقادي بأن الذي يريده أردوغان اليوم هو ليس أكثر من أن تضمن له بأن الأكراد لا يشكلون خطر عليه في الداخل ويقضى على هذا المشروع الكردي الجديد هذا هو بالدرجة الأولى وأيضا أردوغان يريد أن يتجنب خطر جمعات الإرهابية التي هو قام بتأسيسها في الداخل يريد أن ينطلق بتركيا باتجاه بر الأمان بعد أن عمل على هو الذي زرع بدور كل هذه المشاكل في المنطقة ونعلم جميعا بأن وزير خارجية الذي كان يقول انطلاق من صفر مشاكل إلى كل حجم هذه المشاكل في المنطقة أنا بالتقديري رانا بأن طبعا هناك تفاهمات وهناك أثمان لهذه التفاهمات ولكن الجميع بات يريد أن يتراجع خطوة إلى الوراء ويحافظ على ما كان يحافظ عليه قبل بدء الحرب على السورية هل توافق القراءة التي تقول بأن عن تركيا تتجاوز إدلب إلى عفرين؟ شوفي أنا بقدر إليك معلومة بأن الأتراك كان لديهم مشروع لاجتياح عفرين عفرين أمر مقلق للأتراك ولكن بالتنسيق السوري الروسي كان هناك ضغط على الأتراك ومنعوهم للذهاب باتجاه عفرين وأنا أقول لك أيضا هنا موقف أكيد بأنه عندما تفكر تركيا بالذهاب باتجاه عفرين سيتكرر المشهد الذي رأيناه في الباب وفي منطقة تاذف في هذه المناطق يعني في الريف الشرقي لحلب يعني سيدهب الجيش السوري والروسي لمنع أي تقدم للأتراك نحن مع الأتراك اليوم ضمن أولوية هي محاربة داعش والنصر ولكن تم توصيف هذا التواجد في سوريا بأنه احتلال وحتى عندما قبلت سوريا بأن تكون تركيا ضامن من ضمن أطراف الثلاثة ضامنة لإتفاق الإستانة قالت بأن هذا لا يعني الاعتراف بشرعية وجود الاحتلال في الأرض السورية لذلك التوصيف لا يزال قائما نرانا بأنه احتلال تركي للأراضي السورية هذا إذا أريد المشهد بمجمله ولكن أيضا هناك حديث بأن أنقرة تسعى من كل هذه الإيجابية ربما التأثير على روسيا وإيران في المسألة الكردية ربما الابتعاد أكثر عن الولايات المتحدة الأمريكية والاقتراب أكثر من روسيا وإيران للضغط فيما خص هذه الورقة هل هناك معلومات في هذا الإطار؟ شوفي أنا بقدر أقول بأن الروس كانوا أسكياء في هذه المرحلة الروسي لا يريد أن يتعمق أكثر السعودي طبعا السعودي هو في الأحضان الأمريكية ولكن الروسي يعمل على جلب هذا السعودي وكل دول الخليج وإيران أيضا كانت زكية في هذا الموضوع عندما تم حصار قطر ذهبت باتجاه وقالت لهم كل منافذ نحن مفتوحة أمام الدولة القطرية من باب حصن الجوار ومن باب أيضا المشهد الذي يتشكل المشهد الجيوبوليوتيكي الجديد أنا بتقديري بأنه كل المنطقة كل المنطقة ما بدي أقول محاور يعني أنا أريد أن أبتعد عن مصطلح المحاور لكن أريد أن أقول بأن بكل ما تعنيها الكلمة نحن نشهد مرحلة سياسية جديدة هذه المرحلة السياسية يعني بتشوفي أنت ربما ينتقل قليلا السعودي من موقع إلى موقع ولكن الأميركي لن يتخلى عن السعودي ولكن عندما يريد أردوغان الحصول على S-400 وعندما يريد السعودي كذلك فهذا يعني أن هناك تغيير في موازين القوى وهناك تغيير في المشهد العام لذلك نحن نشوف نحن عملية خلط أوراق ستفضي بالمرحلة القادمة إلى وجود بقدر أقول بأنه مرحلة جديدة خليني أوصفها بهذا الشكل أحسن أن أروح باتجاه المحاور لأنه سقطت المحاور التقليدي لم يعد هناك محاور التقليدي وبنسبة إلى المحاور اعتبرت المستشارة العالمية والسياسية للرئاسة السورية بوثينا شعبان بأنه ليس هناك اليوم من سياسات محاور بل ربما سياسات مسارات قد تتفق الدول في بعض الملفات وقد تختلف الملفات أخرى وهذا المسار الجديد يتشكل صحيح 100% هذا المسار هو المسار الجديد الذي يتشكل أنا أريد أن أقول بأنه لم يعد هناك محاور تقليدية لدى السعودين مصالح مع الروس ولدى الإيرانيين مصالح مع المنطقة ولدى القطرين مصالح مع تركيا وتركيا لديها مصالح مع إيران وروسيا لذلك أنا شوفي أنت الذهاب باتجاه الشرق يعني هذا التفاهم الإقليمي ربما يمتد إلى أوراسيا وعندما يمتد إلى أوراسيا هناك نتائج تكون جديدة على المستوى الإقليمي والدولي والروسي يعمل بهذا الاتجاه وحتى إذا بدك سوريا قال الرئيس الأسد في آخر خطاب أو ما قبل الأخير قال بأنه نحن سنذهب باتجاه الشرق لأن المشهد كله يتشكل في الشرق ولأن الشرق أكثر وفاء لهذه المنطقة في الملفات وتحديدا في القضايا التي يمكن التعويل عليها وسوف أيضا نبحث في مسألة الشرق السوري ويمكن الحديث عن الشرق السوري دون الحديث أيضا والتطرق إلى أيضا الكرد في سوريا ولكن سوف نستكمل هذا النقاش دكتور أحمد بعد فقرة إقراء الحدث نتابع الشرق الأوسط أردوغان يطلق معركة إدلب وفصائل معارضة تستعد لقتال النصرة أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء عملية عسكرية في إدلب ضد هيئة تحرير الشام إرباكا في أوساط الفصائل والمعارضة شمال سوريا وفيما رفض مصطفى سيجري المتحدث باسم لواء المعتصم إعطاء تفاصيل حول الفصائل المشاركة أو العدد والتوقيت اكتفى بالقود للصحيفة ما يمكننا تأكيده الآن هو أن العملية ستبدأ خلال ساعات قليلة وسيكون الجيش الحر رأس الحربة فيها على أن تكون قوات التركية قوة إسناد له نافيا بشكل قاطع عن المعلومات التي أشارت إلى أن السلاح الجو الروسي سيكون له دور في العملية ومع تصاعد التوتر في إدلب والتخوف من مواجهات بين الفصائل وتحرير الشام على غيرار ما حصل في وقت سابق قال مصدران في الجيش الحر أحدهما في إدلب للصحيفة إن مهمة فصائل المعارضة المشاركة في العملية ستقتصر في المرحلة الأولى على البقاء في مواقعها في إدلب وحمايتها وهي بشكل أساسي أحرر الشام وفيلق الشام ونور الدين الزنكي لتتسلم فيما بعد مواقع الهيئة على أن تقوم الفصائل المنضوية في درع الفرات بتأمين الحدود عند معبر باب الهوى وبعد ذلك سيتم تحديد خطة المرحلة الثانية بناء على رد فعل تحرير الشام في محاولة لتفادي المواجهة المباشرة في المرحلة الأولى الغد الأردنية توقعات بإعادة فتح معبر نصيب مطلع العام المقبل ما يزال ملف فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا جابر نصيب يراوح مكانه بينما تشير المعلومات إلى أن المعارضة السورية تصر على أن تدير هذا المعبر مع رفع عالمها عليه قال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة الأردنية ترى بأن ذلك لا يحقق الأمن للحركة عبر المعبر وبيّن هذا المسؤول في تصريح للصحيفة أن من مصلحة الأردن فتح مركز حدود جابر لكن شرط أن يتم تأمين الطرق وحماية المواطن الأردني وممتلكاته عندما يكون على الأراضي السورية وأضاف أن الأردن يسعى إلى أن تتولى الحدود من الجانب السوري جهات قادرة على تأمين الحماية للمواطن الأردني لهذا فإن مساعي فتح المعبر تحتاج إلى مزيد من الوقت المصدر الحكومي جدد تأكيده أن تأمين الطرق لضمان سلامة الشحن والنقل شرط أردني لفتح مركز حدود جابر أنطلق من هذا الفقر دكتور أحمد لأسأل سؤالين سؤال فيما خاص إدلب برأيك لماذا بعض فصائل الجيش الحر نفت الإسناد الجوي الروسي وهو ما أكده الرئيس أردوغان شوفي أنا قرأت اليوم قبل أن آتي إلى الاستوديو بأن هناك محاولات للتظاهر من بعض الأهالي بأن هناك عملية لإجهاز بين مزدوجين السورة أنا بتقديري يأتي هذا الموضوع من ضمن هذا الباب بأن هناك إحراج لبعض الفصائل التي قاتلت الروس وقاتلت السوريين أن يأتي اليوم الروسي ليقوم بعملية إسناد جوي لهم يعني من هذا الباب ليس أكثر يعني ما إلى قيمي لا بالاستراتيجية ولا على الأرض طيب وفيما خاص فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا هل سنشهد فتح المعبر من جديد وهل هي رغبة سورية أكثر منها أردنية أم ماذا شوفي المعبر نصيب يعني هناك وأنا هنا عم خبرك معلومة بأن الأردنيين كان لديهم رغبة يعني عم بيقولوا بأنه يجب أن يبتعد الإيرانيون وحزب الله عن هذه المنطقة طبعا هذا أمر مثير للضحك وسخيف لأن من يقوم بعملية الإشراف على الحدود والمعابر الحدودية هم الجمارك والأمن العام والشرطة ردت الدولة السورية بأن هذا الأمر يرتبط بطاقم الجمارك وطاقم هذه المنظومة التي تقوم بعملية حماية الحدود يعني المشكلة بأن الأردنيين يضعون ببعض المراحل العراقيل أمام هذا المسألة الناس وغرف التجارة بالأردن مع عودة هذا المعبر لأنه هناك عملية تنفيذ اقتصادي وعملية إمداد بين الجانبين بيدر إليك بأنه الطرف السوري ذهب باتجاه الدعوة إلى عقد يعني جولة أو نقاش أو جلسة ما بين وزارتي الداخلية والجمارك بس حتى اللحظة وفق معلوماتي لم يأتي الرد ويعني الأردنيين عمبي ما طلو يعني لا يزال الأردن مرتبط بكونه دول دولة يعني من دول الجوار مرتبط بموقف دول الجوار الأبعاد حتى اللحظة يعني كمان لكن أليس هناك من تحسن ومن انعكاس إيجابي كما يقال للأزمة الخليجية فيما خاصة علاقة الأردن وسوريا الأردن أعاد النظر في سياسة اهتجاه سوريا ولكن حتى اللحظة مرتبط يعني قليلا بالموقف الأمريكي يعني غرفة الموقف كانت ولا تزال هي يعني موجودة صحيح اختلف التمويل كان خليجي وخف اليوم لذلك بتشوف الأردن أكثر عمقا اليوم بالعلاقات مع الأمريكي أنا بقدر أقول بهذا الملف بأنه الأردنيين ببعض المطار عم بيحطوا عراقيل أمامه إنجاز هذا الملف ويعني طروحات غير واقعية وليست موجودة مثل وجود يعني الإخوة الإيرانيين وحزب الله في هذه المنطقة ليس هناك ضرورة لوجود الإخوة في هذه المنطقة هناك ضرورة لوجود مثل مألة الأمن العام والشرطة وكل منظمة الجمارك للقيام بهذه المهمة هناك أيضا حاجة للجانبين بفتح هذا المعبر بما ينعكس تجاريا واقتصاديا والطلب الأردني هذا ردا على يعني إجابة على سؤالك الحاجة الأردنية أكثر من الحاجة السورية في هذا الشأن ذكرت أكثر من مرة مسألة استفتاء انفصال كردستان يعني الموقف السوري الرسمي واضح من هذا الاستفتاء يعني هم مع وحدة الأراضي العراقية ولكن سوريا اليوم هل تتخوف من ارتدادات ما لهذا الاستفتاء على كرد سوريا خاصة إذا منظرنا إلى الانتخابات التي جرت أخيرا في المناطق الكردية يعني هون بدي ميز بين نقطين أول نقطة موقف سوريا يأتي من باب يعني التأكيد على وحدة الأراضي الدول وسلامتها وسلامتها الجغرافية واستقلالها السياسي ومثل ما نحن هذا الأمر يعني من أكد عليه دايما بالدول بالنسبة للدول الأخرى أيضا نريده بالنسبة للدولات نينا وكل بتشوفي كل المفاوضات المباحثات التي صارت على مدى سبع سنوات في الأزمة السورية تؤكد سوريا دائما على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وجغرافيتها واستقلالها السياسي فيما يتعلق في الأكراد الإخواء الأكراد في سوريا مسار المسألة الكردية في سوريا مختلف أو ليست المسألة الكردية كلها ذات مسار واحد يعني هو أمر منفصل كيف هذا؟ ليش؟ لأنه لا يمكن في سوريا إمكانية قيام كيان مثل ما حصل في كردستان في كردستان ربما هناك تجمع ديموغرافي للأكراد في شمال العراق في سوريا هناك الكثير من التنوع في المناطق التي يتواجد فيها الأكراد يعني في السريان والأشوريين والعرب والأكراد وإذا كان لابد من إنقامة كيان ذاتي بهذا الشكل لابد من قيام بعملية تطهير عرقي إضافة إلى هذا العامل هناك تباعد جغرافيا ما بين المناطق الكردية نعطيك مثال مثلا ما بين منطقة عين العرب في الشمال الشرقي لمدينة حلب والمنطقة العفرين أيضا تكون هي بجهة أخرى والبقعة الجغرافية أو المساحة الجغرافية تبتعد عنها يعني ما يقارب 130-140 كيلومتر وبالتالي إذن هناك ربما عدم تلاحم جغرافي وعدم تلاحم جغرافي صحيح وماذا عن الموارد الاقتصادية بإقليم كردستان فيما خاص كرد سوريا هل لديهم الموارد الاقتصادية كما شفي أنا بدر إليك أن الأكراد في سوريا هم محكمون بالموقف الوطني المقاوم لسوريا لا يمكن فصل الأكراد أو بعض الأكراد الذين يودون يعني لديهم أحلام بالانفصال سواء إن كان في تركيا أو في العراق أو في سوريا يعني لا يمكن الذهاب باتجاه تحقيق هذا المطلب خاصة إذا بدنا نحكي نرجع على موضوع كردستان هذه منطقة تعتبر داخلية بالقانون الدولي بنظرية الأقاليم هذه منطقة داخلية لا يكتب لها الحياة ولا البقاء يعني لا يوجد لأيديها منافذ أنت ترى حالة حصار مستمرة منذ أكثر من عشر تيام يعني حالة حالة بالويل لذلك إمكانية استمرار هذا الأمر لا يمكن اللي بقدر أقوله بأنه البرازاني ذهب باتجاه هذا الأمر وباختلف عن القراءة اللي بتقوله هو تحسين شروط التفاوض مع الدولة المركزية لأنه أصلا البرازاني لديه نواب ولديه يحصل على 900 ألف برميل يوميا من حكومة المركزية لديه كان وزير خارجي لمدة 9 سنوات هو كردي رئيس الجمهورية وكردي وبالتالي لا يتوجد هناك مطالب للتفاوض من شأنها هو قام بعملية تلبية للرغبات الإسرائيلية الأمريكية في هذا الشأن هل لا بتقوله لي ورح يروح باتجاه التفاوض؟ هو مجبر باتجاه التفاوض وسيعود عن هذه النقطة وهو سيدعون للتفاوض وليس أمر خيار أنه يتفاوض أو يتفاوض هو مجبر بالتفاوض لأنه لا يمكن أن يكتب لهذه التجربة النجاح فيما يخص الكرد في سوريا أنا وصفت المسألة بشكل دقيق بأنه المسار مختلف الأكراد بعض الفصائل في سوريا تريد نعم لديه حلم الانفصال ولكن موجود 12 حزب من أصل 12 حزب 3 فصائل تريد الانفصال إمكانية هذا الأمر لا يعني ما بتصير ما أمد معرفته دكتور أحمد هل هذا الرؤية واضحة أيضا لدى كرد سوريا؟ هل هم مقتنعون بأن لا الجغرافية ولا الديمقرافية؟ طبعا 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 نسبة ثلاث أحزاب من 12 حزب صحيح صحيح 100% نسبة ثلاث أحزاب هي يعني الحزاب المؤمنة بالدولة السورية ووحدتها وجغرافيتها والاستقلالة ومن القرار السيادي الواحن هي أكثر من الحالة الأحزاب التي تريد انفصالها على المستوى الشعبي أيضا هناك رغبة حقيقية وهذا بالمعلومات ومن خلال متابعتنا اليومية لأهلنا بالمناطق بأن هناك رغبة بعودة الجيش السوري وعودة الدولة السورية ومؤسسات الدولة السورية ومنطقة الدولة إلى هذه المنطقة لكن هناك معلومات أيضا دكتور أحمد يعني أعتذر عن المقاطعة بأن هناك أيضا نوع من تكريد لبعض المناطق العربية هل لديكم أي مناطق؟ أنا ما عندي معلومات وستبعد هذا الأمر بأنه يصير لأنه صعب بأنه يصير في عملية تطهير يعني يكون هناك تهجير بإطار تهجير ربما تهجير أو بيع أراضي تحت الأنف والتقوة أنا بقدر أقول بأنه ما عندي معلومات ولكن كمان بستبعد هذا الأمر لأنه يعرف جغرافية المنطقة وصعب الناس تترك بيوتها وأراضية صعب يعني في مساحات كبيرة يعني في بقعة جغرافية كبيرة يسكنها العرب وغير العرب في هذه المنطقة بس بقدر إليك أنا هون بأنه الدولة السورية يعني تدرك طموحات يعني طموحات أو تلبي طموحات بعض الفصائل الكردية في إطار قانون الإدارة المحلية وفي إطار قانون الجمهورية العربية السورية يعني في إطار وحدة الجمهورية العربية السورية لذلك الدولة السورية منفتحة على الحوار والنقاش في هذا الأمر ولكن لن تسمح الدولة السورية باقتطاع شبر من أراضيها تحت أي عنوان وأنا أستطيع أن أعبر عن هذا الموقف بكل ثقة ومسؤولية ووفق المعلومات التي لدي في هذا الشأن من خلال رؤية الدولة السورية ورؤية الرئيس الأسد ورؤية المؤسسات هذا أمر غير قابل النقاش هذه المرونة التي تتحدث عنها دكتور أحمد ربما عبر عنها وزير الخارجية وليد المعلم في مسألة الحكم الذاتي ولكن أيضا نائب وزير الخارجية فاسل المقدات قال بأن كل هذه الانتخابة التي نراها في بعض المناطق الكردية ليست سوى مزحة وكأنها يقلل من قيمة كل ما يجري في هذا المناطق هي ليست تقليل هي أكيد مسحة لأنه لا يمكن إقامة نظام مؤسساتي داخل نظام المؤسسات ولكن الخطوات جارية وقد تحقق المرحلة الأولى وننتظر المرحلة الثانية والثالثة شوفي الخطوات جارية ولكن هذه الخطوات لا تلزم الدولة السورية ولا تلزم باقي السوريين الموجودين في هذه المناطق أنا أكد على نفس الموقف بأنه في إطار قانون الإدارة المحلية إذا كان هناك بعض البنود التي بحاجة للنقاش تلبي طموحات الإخوة الأكراد من حيث اللغة وبعض الأمور التي هم يردونها ويرون أنها تلبي طموحاتهم فالدولة السورية حاضرة للنقاش في هذا الأمر أكثر من ذلك لا يمكن بطير انتخابات بيعملوا حكومة مصغرة بيعملوا إدارة ذاتية هذه غير ملزمة لا للسكان الموجودين في هذه المنطقة ولا للدولة السورية ولا للشعب السوري هل هناك من مراجعة دقيقة لتجربة الكردستانية من قبل السلطات السورية؟ هل هناك نوع من استقاءال الدروس من هذه التجربة؟ بالنسبة لأننا كموقف دولة نحن دائما كنا نعتبر ولا تزال الدولة السورية وأنا عضو من الشعب ومجل الشعب كذلك ولدينا زملاء داخل من الشعب هم من الأكراد الدولة السورية كانت تنظر دائما ولا تزال بأن الإخوة الأكراد هم جزء من النسيج السوري وبالتالي هم شركاء في هذه الدولة وهم مسؤولون ولديهم إمكانيات ويتولون مثل أي سوري آخر أنا بتقديري يجب أن من يقوم بعملية المراجعة هم الأكراد لأن الأكراد يكررون خطأ مئة عام ماضية كلما تكون هناك قوى خارجية يلجأون إليها ليستعينوا فيها ليقوموا بعملية حلم الاستقلال وهنا راح أفوت على موضوع أنه هناك لابد من التمييز ما بين الرغبة في الاستقلال والرغبة في الاستفتاء ومتى يصطدم هذا الحلم بالواقع الأكراد برجع بقول يكررون خطأ أعوام ماضية يجب أن يعيدوا النظر في هذا الأمر هناك دولة خارجية صحيح تقوم بعملية دعمهم وتقف إلى جانب ولكن هذه الدولة التي يحكي عنها هي أمريكا هي ستجد نفسها قريبا جدا جدا أمام خيارين إما أن تكون مع الأكراد وإما أن تكون مع تركيا وبالتالي أنا بقدر أقول بأنها ستكون إلى جانب تركيا وتتخلى عن الأكراد لذلك أنا قلت بالبداية بأن الأخوة الأكراد مجبورون ومحكومون بالمنطق السوري المقاوم والموقف الوطني السوري المقاوم لا إمكانية لذلك راح أفوت بس على نقطة صغيرة بأنه ربما تكون هناك بعض الأحلام لدى الأخوة الكرد بالاستقلال والاستفتاء لا يعني الاستقلال على كل حال نتحدث عن كرد سوريا كرد العراق الاستقلال الذي حصل يصطدم بالواقع الواقعية السياسية الواقعية السياسية تقول بأن هذا الاستفتاء سيفشل بأن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يستمر وبالتالي الطموحات التي لباها البرازاني لأمريكا وإسرائيل ستجد نفسها ليست لها قيمة دكتور أحمد سوف نستكمل هذا النقاش ولكن سوف نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نتابع مشاهدين أبقوا معنا لو سمحتوا أجدد أترحيب بكم مشاهدين إلى هذا الحلقة من آخر طبع وأيضا أجدد أترحيب بضيفنا هنا في الستيديو أنه في البرلمان السوري دكتور أحمد مرعي سوف نتابع هذا النقاش ولكن سوف نذهب إلى عنوين الصحف العربي الصادر هذا الصباح أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة القدس الفلسطينية ونقرأ في عنوينها الأحمد والعروري يترأسان وفدي فتح وحماس لاجتماعات القاهرة الدعوة إلى حوار وطني شامل إسرائيل تشرع بتأهيل الطريق بين الزعيم وعناتا وتستخدمه دريعة للبناء الاستيطاني في منطقة أيوان وهذا بحسب تقرير للسلام الآن وأيضا نقرأ في صحيفة القدس مهاجمة تجمع أبو نوار وخلع أبواب المدرسة وأغلاق عزون واقتحام رمانة اعتقالات في النقب والمحافظات وملاحقة الصيادين في القطاع مدير المسجد الأقصى يستنكر ارتفاع وطيرة اقتحامات المستوطنين من صحيفة القدس إلى صحيفة الوطن السورية ونقرأ في عنوينها تكتيكات عسكرية جديدة لمواجهة حرب الأنفاق في جوبر الجيش دخل الميدين وطريق سخن دير الزور تحت قبضته على ظهر درع الفرات التركية على وشك دخول إدلب أنقر أعلنت أن العملية تنفذها ميليشيا الحر بدعم جوي روسي وبإسناد بري منها الحجد الشعبي سنتعامل مع الجيش السوري لضبط حدودنا أنقرأ وطهران إسرائيل تقف خلف استفتاء كردستان إلى صحيفة الحياة السعودية وفيها لهذا اليوم الجيش التركي يتولى أمن إدلب والقوات الروسية تحمي الأرياف أردغان يرفض قيام دويلات إرهابية انتخابات كردستان تفاقم أزمة الاستفتاء ستحدد مصير المناطق المتنزع عليها ومستقبل بارزاني وفي صحيفة الحياة التحالف العربي والحكومة اليمنية ينتقدان التقرير الدولي عن الأطفال في النزاعات طلبا بمراجعته وشط باسميه ما منه إلى صحيفة الصباح الجديد العراقية وفيها أردغان يوجه خطابا شديد اللهجة للبرزاني ويحذره من فقدان جميع الإمكانيات القوات المشتركة تفرض سيطرتها بالكامل على سلسلة جبال حمرين مع استعدادات واسعة لاقتحام راوة والقائم غربي الأنبار وفي الصباح الجديد العراقية الخارجية تقدم مذكرة لإيران وتركيا لغلق المنافذ وإيقاف التعاملات التجارية مع كردستان أما صحيفة الدستور الأردنية ففيها نقرأ عملية عسكرية واسعة في إدلب بدعم تركي تصفية 180 إرهابيا بينهم قادة لداعش في غارات روسية بغداد تطلب من أنقرة وتهران إغلاق المنافذ مع كردستان أردغان مسؤول فرنسي وآخر إسرائيلي وبرزاني خطة للانفصال إلى الشأن المصري وصحيفة الأهرام وفيها انتشال جثث المصريين ضحايا داعش في ليبيا وإعادتها إلى القاهرة خلال أيام توقعات باستئناف الجولة الثانية للمباحثات الليبية الأربعاء المقبل ونختم هذه الجولة مع صحيفة عمان وفيها روسيا قتل 180 داعشيا ومرتزقا بينهم عمر الشيشاني قريبا المعركة الحاسمة ضد داعش بمنتصف الفرات ميركل تعتزم تشكيل اتلاف مع الليبراليين والخضر مع هذا العنوان نأتي إلى ختم هذه الجولة في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم عودة إلى برنامج آخر طبعا شكرا للزميلة سارة الحاف على قراءة عنوين الصحف العربية أصادر هذا الصباح ويأني أسخي عنوان من هذه العنوين وما قالها رئيس سيئة الحشد الشعبي فلح الفياط عن تعاون بين العراق وسوريا في ضبط الحدود العمليات في الشرق السوري أين أصبحت وبالتالي ضبط الحدود أين أصبحت اليوم الجيش هو بمنطقة البوكمال يعني ماذا يعني أن يكون الجيش في هذه المنطقة أول شيء تقصير مدة القضاء على الإرهاب تحديدا داعش هي رح تكون منطقة الميدين نقطة الانطلاق باتجاه البوكمال والتي هي آخر معاقل داعش وصولا إلى الجهة الأخرى من الحدود العراقي والتي هي القائم أنا بعتقد أن التعاون هو أمر حاصل ما بين الجانبين وإذا كان لابد من أن يكون هناك عملية ضبط للحدود أيضا يكون بالتنسيق ما بين الدولتين ولكن بدلالة الأمر بأن الجيش أصبح على مقربة كبيرة جدا من الحدود العراقية السورية وهون بيقدر إليك أيضا كمان ضمن المعلومات وبالمعلومات بأن الحدود العراقية السورية ستفتح قريبا وهذا أمر جد يعني ينعكس على الاقتصاد وينعكس بالبعد الاستراتيجي بأن هذا الخط المقام الذي يمتد من إيران وعراق وسوريا ولبنان يعني عادة ليكون بالشكل المطلوب وبالتالي عملية إسقاطه سقطت لا يمكن الحديث عن لازمة السورية دون أن نتطرق إلى مسألة النازحين النازحين السوريين في لبنان أصبح معلومة بأن هناك انقسام سياسي لبناني حول هذا الموضوع ولكن أيضا هناك ربما تباشير أو بوادر من قبل العهد الجديد يعني من قبل الرئيس ميشيل عون فيما خص هذا الملف بذلك هناك خطة سوف يعمل على تنفيذها فيما خص السلطات في سوريا الدولة السورية ما الذي تقوم به في هذا الإطار لكي تسترجع النازحين السوريين بس بدي أقول أنا بموضوع عملية الرصد التي أشرت إلىها هي صحيحة يعني منذ أكثر من شهرين الخطاب الرسمي من الجهة التي كانت تتمسك بنظرية النائب النفس والتي لم تكن نائيا بالنفس تغير الخطاب تجاه سوريا أستطيع أن أقول بكل ثقة بأن لبنان الرسمي بات يريد إعادة تطبيع العلاقات مع سوريا وهذا كلام ليس بالتحليل وليس يعني هذا الكلام يأتي ضمن المعلومات التي بين يدينا أصدقاء سوريا كثر وأخصام سوريا هم الذين أقل من أصدقاء سوريا وأخصام سوريا يتبدلون واليوم تقوم السعودية بالطلب وراءهم أو عملية جلبهم لتعطيهم التعليمات الجديدة أنا أستطيع أن أقول بأنه عندما يتغير الخطاب الرسمي تجاه سوريا بالمعنى الإيجابي والبعد الإيجابي ينعكس تماما على موضوع النازحين من موقف الدولة السورية الدولة السورية كانت مفتحة دائما وتقول أنه لحل هذا الموضوع لا بد من أن يكون هناك تنسيق رسمي من حكومة إلى حكومة من وزير إلى وزير هذا الأمر يؤدي إلى حل مشكلة النازحين أما أن نقول بأنه يجب إرجاع النازحين بطريقة التي كانوا يقولون فيها فهذا أمر لا يمكن لأنه لا يكون فيه تنسيق لذلك أنا بقدر أقول بأنه من ناحية الدولة السورية هي مستعدة لاستقبال مواطنيها بشكل دائم يعني من اليوم موقف مستجد هو بشكل دائم ولكن كان ينقصه التنسيق مع الدولة اللبنانية أنا أستطيع أن أقول أن الدولة اللبنانية ذاهبة الآن باتجاه التنسيق وتغيير الخطاب الذي كان معاديا لسوريا في المرحلة سوف تحدث عن الدولة اللبنانية ولكن ذكرت مسألة مهمة وهي تعليمات السعودية الجديدة تعليمات سعودية جديدة في أي إطار؟ بإطار الاستدارة الجديدة للسعودية لبعض السياسيين في لبنان ومن ضمنها عملية زيارة السعودية لروسيا وعملية زيارة أردوغان إلى إيران يعني هذا المشهد الذي تحدثنا عنه في البداية كله يتغير وبالتالي ينعكس على كل اللي يتمون عليهم السعودية في المنطقة وتحديدا قوة 14 أزار اللي قلت عنهم بأنهم يتبدلون يتبدلون نتيجة التعليمات السعودية وبرجع بأكد أيضا بأن من هم إلى جانب سوريا وموقف سوريا والوطني والقومي والمقاوم أكثر منهم خصام سوريا تقول دكتور أحمد بأن لديك معلومات بأن الدولة اللبنية تريد تطبيع العلاقات مع سوريا في الواقع العلاقات الدبلوماسية لم تنقطع هناك السفارة وهناك سفير وهناك أيضا تنسيق أمني إذن ما الذي يعنيه تطبيع العلاقات في مخصص الحكومات فيما يخص موضوع اللقاء الذي جرى في الأمم المتحدة مع السيد وزير المعلم هذا كان اللقاء بين الوزير باسيل والوليد المعلم هو كان بناء على رغبة لبنانية وليس رغبة سورية ربما تكون هناك رغبة ولكن لم يكن بمبادرة سورية كان بمبادرة لبنانية وأنا مسؤول عن هذا الكلام لذلك تغير الخطاب اللبناني تجاه سوريا وهناك أصبح إعادة نظر في السياسة تجاه سوريا أنا ما بدي أقول أنه لبنان أعاد النظر أعاد النظر لأنه لبنان شاف وين مصالح ولكن لبنان ودول الجوار لبنان طبعا الرسمي أنا عم بحكي عنهم من هم أخصام سوريا أعاد النظر نتيجة الموقف السوري الصامد نتيجة الانتصار اللي يتحقق على الأرض نتيجة موقف حلفاء سوريا وبالتالي لو لا هذا الانتصار نحن ما شفنا هذا التطبيع والذهاب باتجاه سوريا والكل عم يحجز إن كان على مستوى إعادة الإعمار وإن كان على مستوى السياسي وهم بالمناسبة كمان بيدر أقول بأنه سوريا تتجه لوضع الخطط لإعادة الإعمار وكل الدول تعمل اليوم للذهاب تجاه سوريا لإجراء الزيارات واللقاءات في هذا الموضوع ويدر أقول أيضا كمان بأنه الأوروبيين لن يكون لهم أي دور في إعادة الإعمار ما لم تقف العقوبات ضد سوريا بالإضافة ولا دور يعني كمان ينطبق أو ينسحب على العلاقات الدبلوماسية وهذا أيضا نقطة جد مهمة ولكن فيما خاصة اللقاء بين وزير الخارجية وعيد المعلم ووزير الخارجية اللبناني جبران من باسيل هل لديك أي معلومات عن ما جار في هذا اللقاء لم يتطرق إليه الأعلام أو لم نقرأها في الأعلام؟ هل أنت خذي بس اللقاء اللقاء كان هنا على رغبة لبنانية باتجاه تطبيع العلاقات مع سوريا سوف أذهب إلى موضوع داخلي سوري وفيما خاص البرلمان السوري يعني في الأوين الأخيرة رأينا انتخاب لرئيس البرلمان حضرتك كنت من المرشحين كم مرشحة كان كنا نحن أربع مرشحين لرئاسة مجلس الشعب طبعا سيد حمود الصباغ هو الذي فاز بهذه الانتخابات وطبعا نحن تقدمنا له بالتهنئة باسم كتلتنا كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي وقلنا بأن انتخاب السيد الصباغ يحمل رسائل عديدة لها أبعاد إيجابية في المرحلة المقبلة طبعا إذا بك تسأليني ليش خطوا هاي الانتخابات طبعا نحن لدينا حلفاء داخل البرلمان نحن ضمن تحالف سياسي ولكن دخلنا هذه الانتخابات إيمانا من قناعتنا وممارستنا للتجربة الديمقراطية وأن هذه التجربة الديمقراطية يجب أن تتعزز في كل المؤسسات لذلك قلنا بأنه تهانينا لمن فاز ومبروك لمن فاز ولكن تتركز وتترسخ التجربة الديمقراطية يوما بعد يوم في كل المؤسسات السورية هل ما شاهدنا في البرلمان هو وجه من وجوه سوريا الجديدة فيما خاصة الديمقراطية؟ لا هو وجه من قناعتنا وجه من ممارستنا لما نقوم به لدورنا بالتالي نحن نحن بالدرجة الأولى الحزب السوري القوم الاجتماعي وحلفائنا وهنا أيضا شركائنا في النضال السياسي من أجل سوريا هذا النضال السياسي الذي الجميع يعمل من أجل أن تكون سوريا في مرحلة متقدمة وقوية ولديها إمكانات وقدرات لذلك نحن أخذنا منفردين كحزب السوري القوم الاجتماعي داخل البرلمان حصلنا على المرتبة الثانية بغض النظر عن فارق الأصوات ولكن لا تفارق الأصوات وهذا يعني بأن يربما ليس كل مؤمن بهذا التعددية أو هذا الترشح؟ لا طبعا في كل زملاء أخذوا أصوات ولكن أنا قلت أننا جئنا بالمرتبة الثانية كحزب مع فارق الأصوات وعبرنا عن موقفنا نحن ندرك تماما الموازين الموجودة ونعلم جيدا بأن إمكانية نجاحنا هو شوي فيها صعوبة ولكن نحن كنا حابين نقول أن هناك ديمقراطية وهذه الدمقراطية جزء من سوريا وجزء من سوريا المستقبل وجزء من سوريا الحالية وتمارس هذه الدمقراطية بشكل طبيعي وبشكل جدا إيجابي وسأعود إلى ما يحدث في البرلمان السوري في الآونة الأخيرة ولكن بعد فقرة أقرأ إسرائيل نتابع ها أريتس الجمهوريون المعتدلون قد يحبطون محاولة ترامب لإلغاء الاتفاق النووي قرر إلغاء أو إبقاء الاتفاق النووي مع إيران مرتبط بالطريقة التي ستصوت وفقها مجموعة صغيرة معتدلة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا جميعا ضد الاتفاق في صيف عام 2015 لكنهم الآن قد يعطون الأصوات الحاسمة لإنقاذه القرار حول مصير الاتفاق يتوقع أن يتركه ترامب بين يدي الكونغرس الذي سيضطر إلى اتخاذ قرار خلال ستين يوما لإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد التوقيع على الاتفاق عام 2015 مستشارون لأربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا للصحيفة إنه في الوقت الحالي من غير المؤكد أن تتوافر الأغلبية المطلوبة لإلغاء الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران الجمهوريون لديهم الأغلبية الكبيرة في مجلس النواب لكن من أجل إلغاء الاتفاق النموي المطلوب أيضاً مصادقة مجلس الشيوخ حيث الأغلبية الجمهورية أضعف ويكفي أن يصوت ثلاثة جمهوريين ضد العقوبات لإنقاذ الاتفاق أحد المستشارين الديمقراطيين على علاقة بالصراع حول الاتفاق النموي قال للصحيفة إن هناك أغلبية من المشرعين الذين صوتوا ضد الاتفاق عام 2015 يدركون الآن أنه سيكون للانسحاب منه نعكسات كارثية وأضف أن أعضاء كثيراً من الجمهوريين أعربوا عن غضبهم وأحباطهم إزاء نية ترامب لإتقاء على القرار النهائي في موضوع الاتفاق لدى الكونغرس وبحسب كلامه هم يدركون أن ترامب سيلقي خطاباً هجومياً ليرضي ناخبيه وحين ذاك سيفقى للمشرعين العمل القضر لإنقاذ الاتفاق إسرائيل هايوم إسرائيل في رسالة إلى ترامب ألغي الاتفاق النووي نحن إلى جانبك على خلفية التقارير حول نية الرئيس الأمريكي إبلغ الكونغرس أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي بعث مكتب رئيس الحكومة في الأيام الأخيرة رسالة واضحة إلى البيت الأبيض مفادها أن إسرائيل تقف إلى جانب ترامب وتدعو إلى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات شديدة عليها وإذا لم يجري إلغاء الاتفاق تطلب إسرائيل إدخال ثلاثة تعديلات عليه إلغاء البند الذي يسمح الإيران بتقصيب اليورانيوم مع انتهاء الاتفاق ومنعها من تطوير قدرات باليستية بعيدة البدى وفرض عقوبات عليها إلى حين تفكيك منشآتها النووية بحسب مكتب رئيس الحكومة إلغاء أو تعديل الاتفاق سيعزز موقف الولايات المتحدة في العالم وسيحمل رسالة إلى كوريا الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا أعود إليك دكتور أحمد وإلى داخل البرلمان السوري كان هناك معركة أو مناظرة في مخص المناجئ التربوية ما هي المعلومات في هذا الموضوع؟ لا ليصار بأنه تم تطوير المناهج التربوي في سوريا هذا العام الدراسي وكان هناك أخطاء حصلت من قبل اللجنة وردت ضمن هذه المناهج وأخطاء بعضها خطير جدا يرتبط بالوجدان السوري ويرتبط بالحال الوطني والقومي للسوريين منها مثلا اقتطاع جزء من الأراضي السورية جولان والإسكندرون وتجدين في الكتاب ذاته بمكان آخر موجودة الخريطة كاملة لذلك كان هناك خطأ كبير أن يكون ضمن هذه المناهج خريطة لا يوجد فيها جزء من الأراضي السورية بالإضافة إلى بعض القصائد التي كان هناك رفض شعبي أو وطني لهذا المنهج الجديد طبعا نحن كحزب كان دور كبير داخل البرلمان بوجود الحكومة طبعا السادة للوزراء ورئيس الحكومة أنه نحن عبرنا وأنه لا يمكن أن نقول بأنه كل ما ورد على الفيسبوك وصائل التواصل الاجتماعي وبالأخبار هو صحيح ولكن بعضها صحيح لذلك هناك يجب أن يدق ناقص الخطر ونحن طالبنا بإعادة النظر في هذه المناهج ومحاسبة من أخطأ يعني ربما يكون هناك خطأ متعمد ولا يكون بشكل أن يكون سقط سهوا وبالتالي كان هناك مرونة من قبل سيد وزير التربية وطبعا شكلت لجنة في هذا الشأن من مجلس الشعب ومن وزارة التربية واللجنة المشتركة لإعادة النظر في هذه الأخطاء وستصدر النتائج قريبا طبعا أنا بس بدي أقول بأنه عملية المواكبة لهذا الأمر هو جزء من حالتنا الإصلاحية جزء من حالة الإصلاح جزء من عملية تطوير سوريا وفي نفس الوقت حتى ما يعتبر أن تطوير المناهج هو أمر مضر أو خطير لا تطوير المناهج هو أمر ضروري بكل مرحلة ولكن يجب أن يكون ملبي لحاجات المجتمع وتطلعاته الوطنية من الوضع بأنك ذكرت أكثر من مرة مسألة الحزب السوري القومي الاجتماعي وحضرت أكياني نائب عن هذا الحزب ويبدو بأن لديكم نشاط واضح فيما خاصة السياسة وفيما خاصة التربية داخل البرلمان على الأرض ما هو النشاط الحزبي المشاركة العسكرية كيف هي وتحت أي عنوان ولماذا لا تعلنون عن أنفسكم بصراحة بأنكم تشاركون في العمليات العسكرية لا نحن ما نمخبئين الحزب السوري القومي الاجتماعي يقاتل إلى جانب الدولة السورية بالعلن ولكن حزب موجود لا داعي لأن يعلن عن نفسه هو حزب موجود منذ ثلاثينيات القرن الماضي طبعا منذ بداية الأزمة بالعام 2011 نحن بكل فخر من الأحزاب الأولى التي اجتمعت القيادة الحزبية وشخصت ما هو قادم إلى سوريا وقالت بأن هذه ليست كذبة حقوق الإنسان وإنما هو مخطط تفتيتي وتقسيمي لسوريا لذلك القومين الذين موجودين من درعة إلى القامشلي الحسكي إلى ريف حلب منبج وجرابلوس إلى حماو حمص دمشق كل المناطق موجودين فيها بالقرى والبلدات والمدن القومين موجودين تنكبوا هذه المسئولية وحاملوا السلاح للدفاع عن مقراهن ومناطقهم وامتدادا إلى الدفاع عن الجيش السوري ومؤسسات الدولة السورية بطبيعة الحال تطور العمل العسكري وأصبح الحزب السوري القومي الاجتماعي يقاتل تحت اسم تنظيم نسور الزوبعة ونحن لدينا شهداء ولدينا الكثير من الجرحى ونقاتل وبكل الفخر عندما يسقط لنا شهيد نعلن أنه سقط لنا شهيد في المنطقة المحددة أو المنطقة المعينة وهذا أمر حضور الحزب السوري القومي الاجتماعي كان على المستوى السياسي أو المستوى العسكري لم يعد خافيا على أحد هو حاضر والجميع يرصده ويدرك المصداقية التي يتمتع بها الحزب في كل مناطق التي خاضها ونحن للإشارة أيضا خضنا معارك في كل الجغرافية السورية من كسب إلى ريف حلب إلى دير الزور إلى درعة إلى القنيطرة إلى الجولان في كل هذه المناطق خاض الحزب السوري القومي الاجتماعي معارك إلى جانب الجيش السوري ضد جماعات التكفيرية والإرهابية شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مرعي وأنت النائب في البنمان السوري على تواجدك معنا في حلقة آخر طبعة لليوم إذن مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحلقة من آخر طبعة المواد تجادد في صباح الغد إلى اللقاء اشتركوا في القناة